فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية إمام عشور يسجل هدفه الثاني في ثاني مشاركة له مع متلان الدنمارك بداية مزهلة هدف في الدور الأوروبي وهدف في الدور الدنماركي وبعد خمس دقيق وبس محتاجش إمام عشور وقت يبين للانسجام وإثبات شخصيته في الملاعب الأوروبية حاجة تفرح ونجاح نتمنى يستمر ويزيد ويكبر في الملاعب الأوروبية ويبقى لينا سفير عظيم آخر يرفع رأسنا ويشرف الكرة المصرية النهاردة إمام عشور احتفل بهدفه على طريقة محمد صلاح والأهم أنه يمشي نفس طريق الأسطورة يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة النهاردة إمام عشور بيفرحنا بيبسطنا بيسعدنا خمس دقيق بس مباراة فريقه أما فيبورج فريق متلاند وأداء مميز جدا لإمام عشور مباراة أولى في الدوري الأوروبي بيسجل فيها هدف أمام الكبير سبورتين لشبونا والنهاردة بيسجل في أول مبارياته في الدوري الدنماركي أول مباراتين لإمام عشور في تجربته الأوروبية الأولى تجربته الاحترافية الأولى بيسجل هدفين في أول مباراتين حلو حلو الكلام حلو الكلام وحاجة تفرح وحاجة تسعد وحاجة تدينا أمل كبير جدا إن يبقى لنا اسم كبير مصري آخر في الدوريات الأوروبية إحنا طموحنا مع إمام عشور ملوش حدود أكيد مش تموح يتوقف عند الدوري الدنماركي أكيد لخطوات أهم وأكبر في المستقبل فرحانين بإمام عشور طبعا السعداء بإمام عشور طبعا السورة العظيمة دي النهاردة احتفاله زي احتفال محمد صلاح يخلينا نقول ليه ما يكونش عندنا محمد صلاح تاني في أوروبا بس دي ليها شروط وليها متطلبات وليها التعب واجتهاد والشغل كتير ليها تأقلم وليها لغة وليها تفاصيل كثيرة عملها محمد صلاح عشان يوصل يبقى موجود مع ليفربول بيحقق أرقام كبيرة ونقول يا رب يبقى في محمد صلاح تاني وثالث ورابع ليه ما معشور ما يبقاش محمد صلاح مفيش حاجة تمنى هو بس اللي بإيده يعمل كل ده إمكانيات فنية وفردية رائعة جدا إمام عشور من لعبة الوسط الكبار اللي عندهم إمكانيات كبيرة في العالم هتقول لي إمام عشور من لعبة الكبار في العالم هقولك على مستوى الإمكانيات آه على مستوى الإمكانيات الفردية آه ما يحتاج شوية تفاصيل بسيطة إيه هي سبات في المستوى أداء بدني أكبر شوية وأفضل تركيز في الملعب وخارج الملعب إنه يبقى كمن ثالث فكيف من ثالث ديت لما قالها محمد صلاح قبل كده والناس هجمته وانتقضيته لما قال إن من ثالث بس نقص شوية عند اللعب المصري وهجوم قاصة على محمد صلاح هي بالزبط كده هي بس العقلية يعني لو أداءه بيتطور أداءه البدني بيتطور أمتكلم عن أداء الفني والبدني ده شيء رائع بس كمان العقلية لابد أن تتطور في نفس السياق يعني ممكن تبقى لعيب عظيم جدا أنا مش عايزة دي أمثلة سيئة أو أمثلة أحبطتنا أمثلة مصرية أحبطتنا في أوروبا وعايزة أقولي الأمثلة العظيمة اللي شرفتنا في أوروبا محمد صلاح وقبله ميدو وقبله هاني رمزي وإحمد حسن وعبدالسطار صبري ودلوقتي ترزيجيه وعمر مرموش في أسماء حلوة موجودة هي يمشي بقى وراء الأسماء دي ويشتغل لو سألت أي حد وده وده أو دي الإجابة اللي عند الناس كلها يقولك إيه إمام عشور لا لعب كبير لعب رائع بس الواحد الآن الآن متخوف إمام في بداياته كان له حاجات كده خارجة عن المألوف تحسنت كثيرا في الشهور أو الموسم الأخيرة مع نادي الزماية تحسنت عايزونه في أوروبا تتحسن بنسبة 100% عنده مهمة شق أنا بس بقولك كلمتين دول ليه نهارده الواحد فرحان بإمام عشور بس شاف تجارب شبه إمام عشور في الانطلاقة بتبقى عظيمة وفجأة يختفي فإمام القصة عنده عنده عشانه هو إنه يعمل تاريخ لنفسه في الدوريات الأوروبية وعشان نحن كمان نحن نفخر ونفرح بلاعب مصري مكسر الدنيا في الدوريات الأوروبية النهارده إمام عشور فرح كل الجماهير المصرية خد بالك لما لعب مصر بيطلع في أوروبا ما بتلاقيش بقى إيه أصلي ده مشجع زملكيه وبيحب إمام عشور بلعب في الزملك ولا مشجع غز المحلة بيحب إمام عشور عشان بشجع غز المحلة لا هتلاقي كل جماهير كرة القدم المصرية بتحبه ليه بقى بتحبه عشان هو بيشرف الكرة المصرية الناس بتقول اسم مصر بسبب اللعب اللي بيشرف الكرة المصرية ده والأهم في كل ده إنه هيفدنك لمنتخب مصر عشان إحنا كمنتخب مصر المعاناة اللي إحنا بنعيشها دايما قدام المنتخبات الأفريقية الكبيرة أو المنتخبات العالمية إنه ببقاش عندها نفس الكواليتي بتاعهم نفس جودة اللاعبين بتاعدتهم ليه عشان لعبتهم بيلعبوا في أوروبا وإحنا ما عندناش يعني اثنين تلاتة اربعة بالكتير بنقعد نفرح بيهم طول حياتنا لا عايزيني بعدنا خمسة وستة وعشرة وحداشر وعشرين ومية ومية يا جماعة منتخبات زي المنتخبات السنغال والكاميرون وغانا وحتى الجزائر والمغرب مدربينهم لما بيجوا يختاروا لعيبة لقوام المنتخب بيختاروا من مية ومية وخمسين اللاعب موجودين في أوروبا إحنا بسم الله الرحمن الرحيم مدرب المنتخب يقوله إحنا عندنا كم واحد في أوروبا يا جماعة نقوله تلاتة اربعة كويسين هاتهم مبدئين كده ونبدأ نختار من الدور المصري ما بيفكرش كمان التلاتة اللي اربعة دول مستوام كويس في أوروبا لا بيدعبوا أساسيين ولا لا بيشاركوا ولا ما بيشاركوا لا هاتهم يعني مجرد لهم موجودين في أوروبا أصلا ده هيفيد المنتخب هاتهم وخلاص عكس المنتخبات التانية بتتشرط بقى وتشوف والرجل المدرب يحط رجل على رجل ويقول لها لقص ده لعب معدل مشاركاته مع فريقه 70 دقيقة في المباراة الوحدة فمش هينفعني أنا عايز لعب بيشارك 90 دقيقة بالمناسبة دي أرقام إمام عشور النهاردة في مباراة فايبورج الدنماركي لاعب 45 دقيقة بالشوت الأول سجل هدف لمس الكرة 19 مرة تمراته الصحيحة 8 من 10 تدخلاته الدفاعية 5 مرات صحيحة أرقام مميزة في 45 دقيقة طيب واحد بقى من الأسماء اللي اشتغلت مع إمام عشور مكتشف إمام عشور أو واحد من مكتشفي إمام عشور هو الكابتن إهاب جنيم مدارب إمام عشور في نشئين فريق غزل المحلة أكابتن إهاب مشرف ومنور حبيب أكابتن كريم دائما منور الشاشة كده حبيب سعداء بتواجدك معنا وأكيد أنت كمان سعيد بالمستوى اللي بيقدمه إمام عشور أه لو سعيد والله حاجة ما شاء الله حاجة جميلة والأجمل اللي أنت حطك برضو صلطت الضوء عليه ده حاجة جميلة والله يستحق طبعا بكل تأكيد طيب إمام عشور إنت تعاملت معاه إزاي إكتشافته إزاي في الأول إزاي نضم الغزل المحلة أنا عارف إن إنت عندك تفاصيل يعني لا الحقيقة الكابتن عمر عبدالله كان ناصف مولد قتاع البراعن عندنا في غزل المحلة تمام هاي فإمام كان جاي يوم مع أخوه محمد عشور كان لعب عندنا مولد واحد سعيد فالولد جاي يوم ومعادش جيه خالص ده محمد عشور أيوة ده إمام جاي يوم بس في البراعن ومعادش جيه تاني خالص فالكابتن عمر عبدالله قال لي إمام مع عشور قال لي السمبلوين ده أهلية تابعة فأنت ما ستدخل للنادي تاني قال لي ما تجيبهولي لإني لولا كان ظهر بموهبة كبيرة هو في الصغر يعني تمام فكان والده رافض خالص إنه هو آآ ييجي غزل المحلة لسبب لإني أخو كان مصاب في صاحب أبطده وما حتى تسأل عليه في النادي فكان زعلان يعني باضي وكان عزوة دين كهيرة بصراحة فأنا خدت الاستمرارات آآ ورحت للسمبلوين وده كان لعب الوحيد اللي تبتعي المشيين بضى في السمبلوين في بيته يعني أنا مضيت ومعشروب في بيته مهم وآآ أعدت مع والده حوالي أربع خمس ساعات أقنى فيه لحد ما آآ آآ وافي في الآخر ومضيت الولد وبيت والده والتدم بقى هو ومنحصني حظي برضو وحظه إنه هو حتى في الفريق الأول لما يجي لعب كنت أنا مدرب آآ مساعد مع الكابت المطاري محجوب في الفريق الأول ولعب معي في الفريق الأول أنا موجود برضو كابتر إيهاب أنت كنت متوقع هذا أو هذه المسيرة لإمام عشور في مشواره القروي إحنا لسه بنتكلم على مسيرة كثيرة وصغيرة ولكن فيها خطوات عظيمة جدا سواء مع نادي الزمالك سواء مع منتخم مصر سواء مع الاحتراف الأوروبي كنت متوقع له منه هو صغير هذه المسيرة فيه لعيب عادي ولعيب ولما ده مبدأ يعني هو عنده موهبة من الصغر يعني هو مشكلة الولد إنه هو من الصغر كده عنده موهبة موهبة كبيرة كان كله متوقع له إنه هو إن شاء الله هي بحاجة صحيحة لإنه هو يعمل حاجات فرقة للعادة الصراحة كل عمره كده على فكرة كان عرفت إنه هو كان ليه مدخلة بينك وبينه في نهاية كاشة أو قبل نهاية كاشة لهم الأفريقية الماضية آه والله والله كانت مفجأة ليها كابتن كريم والله آه ايه بعد اللي حصل بسرعة أنا قبل المباراة النهائية في يومين اللي هيت اللي بيطلبني كان في المنطقة بيلعب النهائي مع سنغال قال للرجل عايز ألعبني بك رايت وانت جيت لي في المنام النهائدة سبحانه الله كده قال لي كده انت جيت لي في المنام والت لازم أكلمك عزيم قلت له إن شاء الله إلعب وانت هتبدع فيها وانت شاء الله تعمل مباراة صحيحة فلت مفاجأة ليه قوي إنه هو يتمد قال لي انت جيت لي في المنام والت لازم أكلمك الوقت حاول وقتها عمل مباراة كبيرة بصراحة يعني من شاء الله كان كويس بدا في مباراة صحيح طيب إمام عشور أنا كنت بتكلم من شوية كابتن إهاب وانت راجل أكيد عندك علم وعندك خبرة في هذا الأمر أكثر من الجميع يعني الفكرة إنه إمام مفيش خلاف على موهبته ومستواه الفني قراءة لكن اللعبة في أوروبا لهم متطلبات أخرى بجانب المهارات والإمكانيات الفردية وهي العقلية أنك إزاي تقدر تتعامل مع أجواء مختلفة تتعامل مع اللغة المختلفة تقدر تحافظ على نفسك وأمورك البدنية بشكل كويس تتوقع إمام عشور هيقدر يعمل ده كويس خلال تجربة الأوروبية عشان نضمن إن شاء الله أنه هتستمر بصراحة هو لو أنت لاحصت يا كابتن كريم لو أنت لاحصت الولد كان بادئ العقلية بتاعته كان كبتن نتكلم بصراحة ما نبذلتش في مادئ الزمالة صح بعد قطرة صلاة تحس إن هو بقى حاجة تانية فيه نضوك فيه نضوك صح والنضوك ده يعني إيه هيكتمل وهيبقى حاجة كويسة هناك إنه هم هينموه في أوروبا كمان صحية صحية فأنا متوقع إنه هو إن شاء الله مش يرجع تاني مش يرجع تاني يا ريت يا ريت يا كابتن نهاب كابتن نهاب غنيم مدارب إمام عشور في ناشئين غز المحل باشخح لك شكرا جزيع لهذه المداخلة يا ريت يا ريت إن شاء الله بإذن الله يكمل بشكل رائح طيب فيه حكاية تانية عايز أتكلم مع حضراتكم فيها فيه أندية تركية انسحبت من الدوري التركي بسبب كصة الزلزال وقزمة الزلزال وربنا يا رب يحمي الجميع سواء في تركيا أو في سوريا إن شاء الله ويحمي الجميع أربع أندية انسحبوا بالاتفاق مع الاتحاد التركي والفيفا إداهم بعض الاستثناءات منها أنه هم ينفع يمشوا لعبيهم الأجانب في وسط الفترة الانتقالات أو وسط الموسم بعيد عن فترة الانتقالات ويبدأوا يروحوا أندية أخرى استثناء من الاتحاد الدولي لكرة القدم للأجانب في الدوري التركي فدي بالنسبة لنا فرصة ذهبية لأندية الدوري المصري لضم محترفين إضافيين بعيد عن فترة الانتقالات دلوقتي كان نادي مصري أو أي نادي في العالم ما يقدرش يعمل أي صفقة دلوقتي لكن اللعيبة اللي في الأربع عندي دول المحترفين يعني يقدروا يروحوا في أي نادي في العالم في أي نادي في العالم تعالوا لكم كل التفاصيل يلا بنا بعد الزلزال الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي قررت أربع عندي لانسحاب من بطولة الدوري التركي الممتاز بسبب الضرر الكبير الذي وقع عليهم على إسر هزاء الزلزال وهم هطاي سبور وملتاي سبور وغازي هانتاب سبور إضافة إلى أن سبور الاتحاد التركي وافق على طلب الأندية بالانسحاب من الدوري بسبب الظروف القهرية بدون هبطهم إلى الدرجات الأدنى إلا أنه أصدر قرارا استثنائيا بشأن اللعبين المحترفين في تلك الأندية بالاتفاق مع فيفا الاتحاد الدولي في بيانه الرسمي أكد أنه سيسمح للعبين المحترفين في الأربع أندية المذكورة بتقديم طلب انتقال إلى أندية أخرى سواء داخل تركيا أو خارجها بسبب الظروف القهرية كما سيتم السماح بتسجيلهم خارج فترة القيد الخاصة بأي اتحاد آخر ينفع يتأيده دلوقتي دي بقى معلومة خدناها من الاتحاد المصري لكرة القدم من جانبه يسمح الاتحاد المصري لكرة القدم لأندياته التعاقد مع أي لاعب حر وهو ما ينطبق على أندية الأربع أندية التركية بسبب ظروفهم القهرية بشرط وجود مكان فارغ لهم في قائمة النادي الذي يرقب فيه ضمهم مع عدم السماح باستبدال أي لاعب في القائمة للتعاقد مع لاعب جديد حتى إن كان حرا على سبيل المثال فإن الأهل والزمالك يمتلكون خمس أجانب فوق السن في قائمتهم الحالية وبالتالي لن يتم السماح لأي منهما بضم أجانب آخرين فوق السن واستبدالوا بأحد اللاعبين الحاليين بينما سيكون متاح لهم التعاقد مع لاعب تحت السن يعني الأربع أندية التركية دول لو عندهم محترفين تحت السن ممكن الأهل والزمالك يخشوا يتفاوضوا عليهم ويدموهم محمد ما نتكلمش على الأهل والزمالك بس حالما نتكلم مع كل أندية اللي في مصر لو حابين يعني وبالتالي فإن كل أندية الدور المصري أمام فرصة زهبية للتعاقد مع صفقات أجنبية إضافية من الأربع عندية المذكورة لتدعيم صفوفها في الوقت الحالي بشرط امتلاك مكان خالي في قائمة الفريق حلو حلو عارف أنت بالزبط كده اللي هو إيه أنت الماركب بالنسبة لك دلوقتي ما قفول ما تقدرش تخش الضم لاعب بس جالك أربع عندية الفيفا سمح لهم أنهما أو لعبيهم أنهما يتحركوا وينضموا الفرق أخرى بسبب ظروف الزلزال اللي هي ظروف الكهرية فاللي عايز يروح يبصوا على الأربع عندية اللي احنا ذكرناهم دول ويشوف يمكن يلاقي لعب محتاجه في الوقت الحالي ويبقى سعره معقول ممكن دوري المصري النهاردة كان فيه مباراتين مهمين مباراة الاتحاد والدخلية خلصت اتنين واحد مباراة كانت مسيرة جدا جدا محمود علاء تقدم للاتحاد في ديئة 25 ومحمود علاء بيعيش أفضل حالاته مع الاتحاد كالعادة مدافع هداف سجل الهدف الأول للاتحاد وهو الهدف 47 ليه بالمناسبة في الدوري الممتاز بعد كده كريستوفر جون تعادل للدخلية في ديئة 69 عشان المباراة تبدو وكأنها تذهب إلى التعادل لكن أحمد عيد المتقلق مع الاتحاد قدر يسجل الهدف الثاني وهدف الفوز للاتحاد قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة تحديدا في الديئة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ديئة 96 هدف كان قاتل جدا لفريق الدخلية الذي يصارع الهبوط وهدف كان مهم جدا للاتحاد تقدم به إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز والاتحاد عاش فترة رائعة جدا سبع مباريات دون هزيمة سبع مباريات على التوالي دون هزيمة الاتحاد في أفضل أحواله على الإطلاق أيضا في الدوري المصري الجولة 19 إن بالنهاردة تعادل هو وطلاع الجيش سلبيا دون أهداف بصراحة مباراة كانت مملة بعض الشيء ما كانش فيها فرص عديدة وما كانش فيها إشارة كبيرة على فترات يعني كان فيه بعض اللقطات في هذه المواجهة ابتهت المباراة تعادل سلبي مباراة أو نتيجة لا تقدم مصالح الفريقين ولا لإطلاق الجيش ولا أمبي نروح لي أخبارنا النهاردة وشادي حسين مهاجم النادي الآلي في الأيام الأخيرة أتكلم مع اتنين من الجهاز الفني للفريق عن أسباب تجاهله من مرس الكولر شادي شايف إن مرس الكولر مش بيتكلم معاه مش بيقوله تناقصك إيه ومحتاج تطور إيه في مستواك وبتعاني من إيه وشايف إن مرس الكولر بيتكاهله بشكل كبير جدا وشادي طلب من أضواء الجهاز الفني اللي اتكلم معاهم إن حد يفهم كولر هو مأثر في إيه والمفروض يعمل إيه عشان يرجع تاني يحسن من مستوى ويشارك في المباريات ويقنع مرس الكولر وشادي بشخصيته بصراحة هوش اللعب مهزب ولعب عنده إرادة كبيرة أكد للجهاز الفني للنادي الأهلي إنه مش هيئس وهيتدرب كويس علشان يلعب يريد يريد شادي مهاجم كان عامل مباريات جيدة مع سرامية كروباترة خد أكتر من فرصة مع النادي الأهلي ما أثبتش كتير إنه يقدر يحجز مكانه بس هو مهاجم كويس هو مهاجم كويس لسه مع النادي الأهلي وخلال الساعات الماضية كابتن سامي أمصان مدرب النادي الأهلي عقد جلسة مع أليو ديانج لعب وسط الفريق عشان يتحدث معه عن تراجع مستوى وكابتن سامي أمصان قال لديانج إنه لازم يركز ويقفل تماما تماما صفحة العروض اللي بتجيله بشكل شفه يعني مش بشكل رسمي خصوصا إن فترة القيد حاليا مقفولة فما فيش مجال دلوقتي للرحيل قال له يستنى لنهاية الموسم وما يشغلش نفسه بالعروض عشان يقدر يستعيد مستوى مرة أخرى المفاجأة اللي عرفناها إنه فعلا ما فيش أي عروض خالص للعب حاليا وإنه بس زي ما قلت لكم مشغول بحاجات شفهية وحاجات بتتكتب في الأعلام مع النادي الأهلي أيضا مرس الكولر موديل فني ليه الفريق بيفكر بشكل جدي جدا في الدفع بيه الجزائري أحمد الكندوسي بشكل أساسي في التشكيلة الأساسية خلال مباراة أسوان اللي هتنطلق كمان ساعات ساعة تلاتة للربع النهاردة في الجولة 19 في أسوان مرس الكولر شايف إن الكندوسي بيقدي بشكل كويس في التدريب وواضح عليه حماس كبير وانسجم بسرعة مع الفريق وبالمناسبة الكام دقيقة اللي لعبهم في مباراة الهلال لا كواليتي مختلف طبعا إحنا عارفين كندوسي من هو بيلعب في الجزائر أو حتى مع منتخب الجزائر المحليين بس أنت بتتكلم في لعب كواليتي مختلف هيبقى مفيد جدا للنادي الأهلي ولو شارك بشكل أساسي أمام أسوان أعتقد هيشتغل كويس هو بيفكر جدا كولر خاصة إنه الحالة البدنية المعظم اللي لعبين مش في أفضل أحوالها في كندوسي جاهز ما كانش بيشارك مع الأهلي في كاس العام الأندية وممكن يشارك فيه مباراة أسوان نروح لنادي الزمالك ونادي الزمالك أرسل النادي متلان الدرماركي استفسار عن موعد إرسال قيمة صفقة إمام عشور النادي الدرماركي يأكد إن أكد لمسؤولي نادي الزمالك إن قيمة الصفقة تم إرسالها وتم إدعاها في حسابات النادي وهتسمع خلال الساعات القادمة وهو النادي اللي بترماركي كمان قال لهم إنه تم خصم حق رعاية غزل المحلة في اللاعب إمام عشور وكان معنا مبرح أحمد لواري وقال لنا إنه هم 300 ألف دولار 300 ألف دولار هيروحوا لنادي غزل المحلة وباقي كيمة الصفقة هيخدها نادي الزمالك بشكل كامل مش على الأقصات بشكل كامل هنكاب تقريبا في 2 مليون 600 2 مليون 700 دولار حلو تنعش غزين نادي الزمالك وتسدد كثير من مستحقات لعبية عن الفترة الماضية برتوالي جزفالدو فريرة استقر على الدفع بالسنائي عمر جابر وأحمد فتوح في مباراة الفريق اللي جاي أمام التراجي على حساب محمد طارق ومحمد عبد الشافي فريرة شايف إن عمر جابر هيكون في مركز الزليل أيمن أكثر خبرة من محمد طار خاصة في ظل اقتراب حمزة المسلوسة من اللعب بجوار محمد عبدالغاني وحسام عبد المجيد في خط الدفاع وشايف كمان إن محمد عبد الشافي مجعد في الفترة الأخيرة وإن نحمد فتوح هيكون خيار أفضل من عبد الشافي في هذه المباراة اللي هيبقى فيها ضغط بدني كبير جدا طيب أيضا يسناي أمير مرتضى وإسماعيل يوسف أكد للعب نادي الزمالك تفعيل لإحقة العقوبات الفورية عليهم لو استخدموا تاني مواقع التواصل الاجتماعي إسماعيل يوسف وأمير مرتضى شايفين إن الموضوع دوت عمل حلة من البلبلة في الفترات الأخيرة من بعض اللاعبين وعايزين يقفلوا هذا الأمر تماما وده موقف أنا بقيت فيه جدا كابتن إسماعيل يوسف وأمير مرتضى أنا ما بفهمش اللاعبة اللي في مصر كلها مش بكلام على عقبة النادي الزمالك استخدامهم للسوشيال ميديا هو استخدام سيء جدا جدا مش حد بيستخدام سوشيال ميديا أنت مش شخص عادي أنت لاعب كرة في نادي كبير فلما بتحط ستوري على انستجرام فيها أغنية الناس بيتفصل الأغنية دي هو حط الأغنية دي ليه هو حط أغنية حزينة ولا أغنية فراحة أنا بقى أتكلمك في حاجة دفع جدا ببالك أنت بقى اللي بيخش روح كاتب حسب الله ونعمل وكيل واللي كاتب أنا مش يسيب حقي واللي كاتب أنا زعلان واللي كاتب أنا متدايق واللي كاتب فلان مش عارف إيه كل ده ما ينفعش يكتبوا لعيب بيلعب في نادي كبير أو حتى نادي صغير فراجع على لعيبة العالم بتعمل إيه أي لعب في العالم وعلى فكرة يعني في أي حتة في العالم فيه وكالات وفيه أجنس وفيه ناس بيشتغلوا مع اللاعبين في هذا الأمر مش اللعيب كده يفتح الأكاوم بتاعه ويبلعب بالموبايل ويحط اللي هو عايزه لا كل حرف وكل صورة بتحطها لها حساب يعني بنقول كلام المفروض ما يتقلش المفروض احنا بنتكلم في لعيبة عندها نضوغ وخبرة واحترافية كبيرة يعني بس دينا بنقول يوزوالدو فريرة الموديل الفني لنادي الزمالك بيرفض تماما فكرة راحت أحمد سيد زيزو أو أحمد مصطفى زيزو في الفترة الحالية رغم معاناة اللاعب من الإجهاد المدرب شايف أنه أو قال لمعاونيه أنه صعب جدا إبعاد زيزو عن التشكيل الأساسي في المباريات اللي جاية عشان خاصة أن المباريات اللي جاية مباريات في منتهى الصعوبة سواء مباريات التراجي في دورة أبطال أفريقيا أو بيرامد في الدورة وقال إنه عنصر أساسي ما يقدرش يستغنى عنه نادي الزمالك وبصراحة شديدة هنا تحسب على فرير هو حرفيا أحمد مصطفى زيزو هو محور كل حاجة في نادي الزمالك ولو مستوى مش جاية زي ما كان في مباريات المريخ كل حاجة أيضا بتتشل في نادي الزمالك أحمد مصطفى زيزو هو اللي بيصنع وأحمد مصطفى زيزو هو اللي بيسجل يعني لو ما سجلش هيصنع فلازم يبقى فيه بدايل لازم يبقى فيه بدايل لازم يبقى فيه حلول في أرض الملعب حتى في وجود أحمد مصطفى زيزو لازم يبقى فيه مفاتيح لعب أخرى في أرض الملعب لو مصطفى مستوى لاي يعني مثلا أحمد مصطفى زيزو لما كان بيلعب ومعه أشرف بن شرقي لو وقع زيزو بالله أشرف بن شرقي أحمد مصطفى زيزو لو كان وقع مستوى يعني وهنا دي لما مصطفى بيقل بصراحة لو ويع مستوى شوية هتلاقي إمام عشور لكن دلوقتي فعليا هو زيزو كل لعيبة كويسة سأبتكلم على اللعيب اللي عنده نجاعة ومسمر هو مين اللي مسمر زيزو سواء بالصناعة أو بالأهداف ودي أرقامه هو أكتر اللاعب بيصنع أهداف في الزمالك وأكتر اللاعب بيسجل أهداف في الزمالك مش بقول حاجة يعني مش بقلل من اللعيبة الآخرين أبقول أرقام هو أعلى واحد في كل اللاعبين كمان الزمالك طلب حسام عبد المجيد بغلق ملف العروض اللي تلقاها في الفترة الأخيرة وطلب حسام عبد المجيد نادي الزمالك بالتركيز خلال الفترة الحالية وتأجيل النظر في كل العروض إلى نهاية الموسم عشان يقدر يركز في الفترة الحالية وبرضو نفس الكلام الكلام دلوقتي عن أي عروض ده كلام غير منطقة عشان سقول انتقالات مقفول فأنتم بتتكلموا يا جماعة ليه في انطقالات خب بالك ده حقيقي كل اللاعبين مش بس لعبة الزمال كل اللاعبين وعمال يفكر في مستقبله طيب انت عشان تفكر في مستقبلك لازم الحاضر بتاعك يبقى كويس فانت لو الحاضر بتاعك حصل له أي خلل بسبب تفكيرك في المستقبل انت مش هيبقى عندك مستقبل جيد برضو حاجة فلسفية مش حاجة فلسفية حاجة واضحة يعني مفروض للناس كلها ماشي شهر رمضان خلى روي فيتوريا الموديل الفني لمنتخب مصر يعني يفكر في المباريات اللي جاية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية مبارتي ملاوي في تصفيات أمم أفريقية 2023 احنا المباراة الأولى هنلعبها في مصر ومباراة تانية هنلعبها هناك وبالتالي هو عايز تعديل في المباراة دي ان المباراة تكون بعد الإفطار وليس قبل الإفطار عشان اللاعبين هيكونوا صائمون طبعا وبالتالي هو شايف انه من دلوقتي اتحاد الكرة محتاج يطلب تأجيل مواعيد المباراة الى ما بعد الإفطار الى ما بعد الإفطار ميش ناكننا يعني لعبنا قبل كده في السيام رمضان كان ربنا برضو كربنا رقش كتير قوي لو التجهيز جيد للعبين ماشي مباراة المنتخب الأولمبي مع نظيره الزنبي تقرر ان هما يقوموا يومي 22 مارس باستاد الدفاع الجوي الساعة 6 مساء ويوم 27 مارس في زنبيا الساعة 6 ايضا بتوقيت القاهرة ده ضمن منافسات الجولة السالسة والاخيرة بالتصفيات المواهلة لنهيات كأس الامم الافريقية بالمغرب البطولة المجمعة اللي بتأهل بعد كده أول سلاس منتخبات إلى أولمبيات باريس ألفين ألفين أربعة وعشرين ولصاحب المركز الرابع في هذه البطولة المجمعة بيلعب مع نظيره في أسيا على البطاقة الرابعة كل التوفيق ليه منتخبنا الأول ومنتخبنا الأولمبي وبالحديث عن منتخباتنا المصرية معنا واحد من أفضل من عمله في المنتخب المصري الأول الكابتن الكبير كابتن علاء نبيل مدر منتخب مصر الأسبق ومدير قطاع الناشئين الحالي بنادي زد هيكون معنا ديف عزيز رائع بعد هذا الفاصل يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى نستغل وجود الكابتن علاء نبيل عشان كمان نحي ذكرى رحيل الكابتن الكبير أسطورة كرة القدم المصرية الكابتن محمود الجهري حالنهاردة بيشرفنا وينورنا واحد من المدربين المحترمين اللي عراقهم عظيمة اللي شغلوهم عظيم اللي دلوقتي بيشتغلوا كمان في حاجة احنا كلنا عمين نتكلم عنها بس مستخبية شوية وهي قطاعات الناشئين دايما نتحدث عن الفرق والمنتخبات والكلام بس ننسى ان احنا عندنا مشكلة كبيرة في قطاعات الناشئين كابتن علاء نبيل عامل مرائب أو شايف عامل نجاحات عظيمة جدا في قطاع الناشئين في نادي زد كابتن الكبير كابتن علاء نبيل مدير منتخب مصر الأسبق ومدير قطاع الناشئين في نادي زد دا كابتن علاء مشرف ومنور دايما وجودك شرف عظيم الله يخلي ياكري متشكرين جدا الحمد لله والله الحمد لله والله يخلي ياكري جدا كده نتكلم طبعا عن الكابتن محمود الجارش الله يلحمه لا طبعا شخصية جميلة تعلمت منه حاجات كتير قوي آآمممم يعني آآمممم مقدرش اقوله 인ه فعلا انا محظوز اللي انا اشتغلت مع هذا الرجل وشفت اآممممم يعني ايه حبك للمهنة وا خراسك للمهنة وحياتك كلها لما شغل مفيش هزار مفيش حاجة تسيبها للظروف تمسك كل الأمور في إيدك الإدارية والفنية وعشان كده دايما في مواقف كتير جدا 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 ببقى شايفها مصبقة عشان خاطر أنا مريت بهذه التجربة وعرفت يعني إيه إخلاص العمل اللي إحنا يعني ممكن يكون مفتقدينه صح حبك للمهنة وإخلاصك للمهنة اللي إنت إزاي تبقى حياتك كلها البيت طبعا وحياتك الخاصة دي حاجة وشغلك أول ما تنزل بيت أنت راح الشغل على تفضل دماغك تماما لأداء مهمتك على أعلى مستوى إيه المواقف اللي إنت بتنسوش للكابتن محمود الجوري أنا عارف نهاية مواقف بس مواقف مثلا على سبيل المثال ومواقف ده فيدي المعلق معاك في طول حياتك المهنية والشخصية لا هي مواقف كتير زي حالك تفضلت وقلت يعني بس في مواقف مصحوبة وفي مواقفين لما أنا أقولهم بصراحة موقف آآ في بوركينا فاسو آآ في بطولة أفريقيا لما آآ في أحد اللعيبة جي قال لي يا كابتن آآ خلي بالك اللعيبة زهت وفيه ناس كان عادينا ماتش فيه ناس بتلم شونة على أساس إيه يعني تغلب ونمشي يعني ده بوركينا 98 98 طبعا ففيه حاجات توصلها وفيه حاجات أنت تتصرف فيها ما توصلهاش لأن ده مدين فاني ببقى في دماغه حاجات كتيرة طبعا فالمواقف ده خطير فارحتوله فقلتوله كابتن خلي بالك في كذا 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 كان يوم صعب عليه جدا مهم جمعناهم على عشا طبعا عشا كان طبعا في غرفة زيارة كده وابتاع بس ايام جميلة خلي بالك يعني بقى يصبح بقى 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 مش فوندوف فايف ستارز لا 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 حاجة بس ادام مصحوبة بنجاح لازم تفتكرها بحاجة حالة صح فالمهم فجامع اللعيبة وقال لهم انا عندي خبرين واحد كويس واحد وحش فقالوله كابتن كان حسام حسن كابتن المنتخب فقاله طبعا كابتن بنتدي يبين بلوحش ايه هو فقال له احنا سبعت سمير احنا كل مفروض ايه ايه عادينا مصرش مسلا بكرة فنبعت نشوف حجز ايه بعد بكرة عشان لو قدر الله خرجنا يبقى في حجز يعني فقال لهم انا بعت سمير عدل ايه يحجز فمفيش حجز خارس غريم واحد في الشهر واحد في الشهر ده تاني يوم النهائي اه اللي احنا كده كده قاعدين هنا اللي هو اللي بيفكر يمشي اللي بيفكر يمشي انت كده قاعدين فتقاعدوا كسبانين ولا تقاعدوا انت كملت الحوار خلاص ما ده اللي حصل ما بد بالك اهه فقال لهم انا كده او كده احنا قاعدين فبدل ما نقعد او نقعد بقى كده نقعد ونفرح بلدنا وشعبنا وجمهورنا واوه طيب وقالوا له طب الحاجة الحلوة كابتر وقال لهم والله كلموني من مصر جاءت المسؤولة كلموني قالولي في مكافأة غير طبعية في حالة توصولنا للنهائي ولا حد اتكلم ولا حد اه الحاجة ولا ولا حد انا كنا من داقين ولا احنا هنفسوا ونمشي واللعيبة خرج راحت اللعيبة اللي جاء قالي قالي كابت انه خرجنا من المحاضرة كلنا فكينا الشنط واقعدنا ووصينا خلاص يا جامعة بقى خلاص نقعد فده موقف باريك مدى عقلية واحد خليباك عصد مش موضوع تدريب في الملعب تدريب في الملعب دا ماخدش منهك اكتر وشين في المية انت عدتك تدريباتك وتاكتك بتاعك وخبراتك وحاجة حوالين التمانين في المية لحوالين المية في المية دول هما دول ينجحون وواحد غيره كان ممكن ياخد الموضوع بعصير اه طبعا وازاي تعمله كده وانت مش عارف ايه هو بتاع فتبقى الموضوع موقف تاني بوريك اه الراجل المسؤول اللي بيحب الجهاز بتاعه قلتها كتير عابد السباس برضو احب فكر الناس كنا في لبنان انتخب الاردن نكسب لبنان لاول مرة في تاريخ لبنان في تاريخ الاردن نروح ام اسها نكسب لبنان في لبنان اه دون الاحتاج لمطش كوريا الشمالية في اخر مبارا فكازين واحد صفر ففي ضغط جامد جدا علينا خلاص هيتعادله فكابتن بدأ يتوتر فروح ترايح طوله كابتن لازم نقف لجنب الشمال ده خلاص قال لي طب بنعمل ايه كذا 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 نازل خلس ساعد ومش عارف ايه هو بتاع ايه مهم ايه قال لي تصرف طوله خلاص ويه المطش خلص وجبنا الجون التاني كمان فسموه الامير جنة من عمان للبنان طبعا كانت فرحة غير طبعية فبيقوله بصراحة كابتن محمود نفس اللفظ جدا التغيير اللي انت عملته قلب المطش كله يرد عليه يقوله ايه يقوله لا ده علاء نبيل اللي عمل التغيير ده لا لا ده عظيمة يعني اواء الموقف في الملعب عظيم ان هو اديك الصلاحية ما قالش مثلا ايه لا اسم ان انا هفكر او هشوف رأيك دوت فديلك الصلاحية انك تشتغل تاني حاجة انه كمان اديك الحق لا 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 حتى انا زعلت طوله كابتن لا احنا كلنا بلشتغل معاك ايه لا عشان يعرفه انا جايب معايا مين الله الله فالمواقف ده درش تنساها لا عشان برضو شخصيك اتوسقى من نفسها انا بحمود الجول يعني اه طبعا باخد بالك يعني اه بوريك حاجات او يعني لازم احب هذا الراجل ولازم اتعامل مع الناس انا عمر ما طلعت قلت انا نجحت الوحدي انا بطلع مثلا في الخطاع اللي موجود فيه المدربين اللي معايا بنجحوني ان هم بينفزوا فكري في ظهرهم مهما حد بابقى في ظهرهم دايما فاعتقد ان اللي اشتغل مع شخصية زي كابتن محمود الجوهر دي لازم يعني يذكره بالخير في كلها حقيقي يعني طبعا رحمة الله علي الكابتن الكبير اسطورة يعني اسطورة كابتن محمود الجوهر في كل شيء عادة لما يبقى الكابتن علاء نبيل ضيف عزيز رائع في اي برنامج نتحدث عن الكرة المصرية والدوري وافريقيا والاهلي والزمالك وممكن نروح شوية للمقاولين بس انا عايز تغير لفرصة وجود حضورك معايا مش هتنا تقيبا سوتي بتنبح هنا كل يوم في موضوع اجماعة احنا مش هننسلح حالنا لما بقى عندنا قطاعات ناشئين سريمة مش هتنسلح حالنا لما بقى عندنا نعيبة صغيرة متأسسة صح مش هتنسلح حالنا لما بقى عندنا مواهب من صغرها متكونة صح لكن هنفضل كل شوية نقول اصلي مدرب المنتخب اصلي مش عارف اتحاد الكورة ونقعد نلف في الدائرة الصغيرة ديت ما بنخلص والله هتنسل على الجرح ايوه احنا مبلجاش الى الجملة دي الى ساعة الزنقة ايوه هي دي لازم نخسر اخر مطش من السنغال فنقول ايوه نبتدي بقى نشوف ونخلص ونجيب المدرب الاجنابي ونبتدي في خط جديد مدرب الاجنابي يمشي نجيب مدرب مصر ايوه وعلى كده نقول يا جماعة الناشئين بتوعنا ونعملوا نسأل حاجات دي كلها بامانة خلاص احنا زهقنا من هزا الكلام احنا لازم عشان كده انا ارتباطي بهذا النادي اللي احنا شغالين فعلا على هزا الفكر ووقتها ناشئين الاهتمام الكبير الكبير جدا وتوفير كل وسائل التطور للعابين شغالين جوابين وفي نادي زد عشان خاطر اللي حتة اللي حتك بتقولها دي مهم وبالذات يا جماعة انا ستفق معك احنا عملين لف وندور مدرب وحش ومدرب حلو اتحد الكرة وحش اتحد الكرة حلو وعملين لف وندور فلان 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 جاب جون في ماطش فلاني طلعنا سبع سبع ماطش اللي فضع عن فراد يبقى اللعيب معندوش فكرة ايوه؟ ومدرب من اربع سنين كان معا حق اللي هو ملعبوش يا جماعة احنا احنا وصلنا لمرحلة ايه؟ ايوه؟ احنا ايه المرحلة اللي وصلنا لها دي؟ من تأكيد يا كبتالك بتسمع الكلام ده قبل ما نسمعه كمان. ممكنكم بسمعه من تأكيد. لا عشان كده انا بحبش اطلع كتير دلوقت بصراحة. انا بجاي عشان كريم رمز. حبيبي يا كبتالك. وعشان حسين بصراحة. احنا من فتح. حسين سيد اه. احنا انا خلاص بقى قلنا كتير. واحد يقولك انت بتحبطنا. انت عم مش عارف. الانتماءات مش مديك فرصة ان الناس استوعب. اي بار. انت للنهاردة لو قلت لاي نادي من الانداء الجمهيرية اللي هو النهاردة كان وحش يبقى انت عدوه. ياه. زي تقول عند زمالك النهاردة كان من لها ماتش وحش اولاه لها ماتش وحش. انت بقى انت عدوه. واخد بالك لو قلت مفروض جازك وجهة نظري. هي عم انت هتوعب مش عارف. رغم ان انت وانت عاد انا في الكاهرة وفي مصر انا لو قلت لها ماتش وحش عادي. عادي جدا لا لا ما تقولش على فالانتماءات مخلياك يا جماعة والله والله احنا في اشد الحاجة الى تطوير كرة الخدم في مصر لان احنا في دايرة مغلقة وما بنفوقش الا لما بنطلط وتيجي بعد كده تفوق. احنا لازم احنا جماعة احنا لسه بنتفرج على نفس اللعيب اللي بقى لهم فترة طويلة. لازم نقتنع ان. طب اقولك حاجة كده مسلك سؤال. فضل. فضل. مين اللعيب في مصر النهاردة. مم. بأمانة. مم. لو قعد عالدكة او ملعبشي. لزرف ما اصابة طرد يفرق معنا دي. ولا واحد. هتفرق معك. ونبقى بنقول كده. مش بس كده بقى ضيف على دا كمان لو دي. انت عايز مني اجابة. انو لعيبت الاهلي والزماعي في هما اكبر ناديين في مصر. ما يزيدوش كتير على لعيبة باية الاندية اللي موجودة في مصر كلها. هو المنتخب عبارة عن اياه كريمة. اه. بياخد تلاتة اربع جمه من هنا. صحيح. تلاتة اربع جمه من هنا. نجم من هنا. نجم من هنا. نجم من هنا. نجم من هنا. عبالت منتخب. اه. انت مين النهاردة. اه. انت مين النهاردة. تقدر تحطيلي منتخب مصر قوي. يجاري القارة الافريقية. بقوتها. ومحترفينها. واسماء عظيمة. قولك ما احنا وصلنا مع السنغال النهائي. اه. وفيش واحد فيك يا مصر كان قاعد مقتنع بعدها في الاتو. اه. وصلنا. اه. وصلنا جبت اربعة تبجان في البطولة كلها. اه. ملقوا دايس بنزين على الاخر. يعني هو سنغال رايحة ويعرف انت يا دوبك لابسة دواس. اه وانا بقول لك يا. انت دايه لازم جاب جاء اخرك. لازم نختنع يا جماعة ان دي سنة الحياة. ايوة. ان في لعيبة خلاص شكرا. اه بشن بشنبط الكرة. ايه اللعب. بس اطلع لرأي العام. اه. وقول احنا خططنا ايه للمستقبل الكرة في مصر. احنا عند انت عندك يا كريم. حاجة ميزة محدش حاس بيها. انت النهاردة رغبة اولياء الامور لان اولادها يلعبوا كرة. اختلفت تماما عن ايام ما كنا احنا بنلعب. صح. احنا ايام ما كنا بنلعب. كان اللعيب اللي بلعب كرة ده بروح نادي يتمرر نيوم في الزوع ويمشي. اه. تكلموش ده 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 صاجع ده. اه. اه. لا اتا اتا نفسك اتا وليه امرك. اه. وانت بتريح تلعب كرة. اه. تقعد تتحايل بقى على اولي يخبي لبسه وروح يتمرر من وراء والده مش عارفه بتاع تمام. دلوقتي اولاد الامر هو بتحايله على اولادهم يلعبوا كرة. اولاد اولاد الامر بيوصل بادر عن ابنه ابنه هو بيوصل النادي وابنه بيخش بيه مده. بيتاخل بقى ايه. اه عايز يلعب كرة. فدي صح من نقطة مهمة. انت مش مستغل. اه. الرغبة دي في انك انت تطير. اه. ما انتش عارف تطير. ليه. انت ما انتش عارف تطير ليه. ليه بقى مش عارفين. انا بكلمك كابتن على الوقتي فيما يخص قطاعات الناشئين. وانت حلالك بتقولي انه قبلها الامور دلوقتي هم اللي بيدفعه ولاده وكانهم هم يلعبوا في اه كرة القدم. ليه بقى مش عارفين نستغل قطاعات. ايه المشكلة في قطاعات الناشئين. في مصر. اللقتي مش بسهل على زي ده. انا بسهل على كل قطاعات الناشئين في مصر. اه. اشألك اقول لك حاجي. قل انت النهاردة قطاعنا يجي الناشئين ده معمول ليه في الاندية. اولا ان امرأة واحد لتغزيد النادي بتاعك اللي هو مسلا بتاخد العيبة المميزة عندك بتلعبهم في الدورة الممتاز. خريق اول. اه. قل انت النهاردة كام نادي في مصر عندهم قطاعات ناشئين. اه. ولادهم اللي بلعبوا في الناشئين بيطلعوا لعبوا في فريق الاول. ولايل جد. ليه. ليه بقى. ليه. عملية تجارية بحثة. اه. اللي انت النهاردة اللعيب بتاعنادي ده هتتعقد معاك كام. فانت النهاردة انا هنجيب لعيب من بره احسن لي. اه. بالمبلغ قد كده. وحاجات مش عايزة اخش في تفاصيل فيها. بالحكس يا كابتن عليك انا بسهل في نقطة. انا سمعتها احراك قل لي صح ولا غلط. انا سمعت ان في قطاعات ناشئين في اندية دلوقتي. انا اللي عندي ابني وعايزة لعبه في الناشئين. ادفع. ادفع. اه. خلاص خدتها منك اه. 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 حتى لو امني مبلعبش كويس. اه اه. الناشئين بتامن والبرع بتامن. طب ما دي مشكلة كبيرة. اه. وللاسف. اه. بتتباهى انت بتعمل كده. اه. اه. اه كرة استثمارو كرة بيش استثمارو والحاجات دو كلها. ما انت مدخلش كواليتي كويس. فيش جود انت اللي بيت. ما هو دي المشكلة. ما ينفعش. اه. ما ينفعش. اه. انا اجيب ابنك. اللي هو الموهبة. انا في صحابي. اه. كنت لسه بكلم مع حسام. في صحابي اطعوني عشان خطر ولادهم مش موجودين. طب انا ما صديق امانة. اه. يعني ابنك موجود. اه. اللي احسن يبقى هو اللي موجود. هو اللي بيلع دي كورة. صح. وخبالك. طب انا ولاد ما بيلعبوش. ايه المشكلة. اه. فا اه. منت حالك مسلا قبل ما نخلش اعطوني كلها عاملة زي اللي بيغني. لو صوتك واحش انا هفردك ازاي. ما هي. هي دي. هي دي. احنا ماشيين مسلا بالسيستم معين. مقالنين الاعداد. اه. فيه اهتمام. جايبين كل وسائل للتطوير للعيبة. من كل حاجة. اه. فانا النهاردة انا باخد ابنك. انا المسؤول عنه. اه. بلبسه. بجيب له لبس الرياضة بتاعه. انا النهاردة داخل في مرحلة تعليم للعيبة عندي. اه. داخل في مرحلة تعليم للمدربين عندي. اه. عشان اللعيب ده لما يسافر يبقى عارف يبكلم ازاي ويتعامل ازاي. كل الحاجات دي فكرة تاني خالص. واختيار المدربين نفسهم. واختيار المدربين. عشان ما هو احنا عندنا في قطاعات الناشئين المدربين معظمه بيبقوا مجاملة. اللي هو. اه خلصت لعب يا عام منزل نمسي كفرقة فولانية. نمسي كفرقة صغير. اه. من هو بيبقى مفود مؤهل اكتر من مدرب الفرازة. انا انا عندي قطاع مدربين على الفرازة. اه. بنائي وكل مدرب على المرحلة السنية بتاعته. في مدرب ينفع مع الكبار ومدرب منفعش مع الصوارين. اه. والعكس صحيح. اه. تمام. فانت النهاردة. محتاج. محتاج تطع تقول رأي العام. انا هعمل اي اه. عشان في خلال ثلاث اربع سنين. اه. يبقى عندي كم هائل من اللعيبة المحترفين في الخارج. ايوه. ولعيبة على مستوى المحلة. هل اتحاد الكرة له دور في التدخل. طبعا. ما يدرش الدخل. ما يدرش الدخل. لكن. لكن. اه. المسابقات. اه. المسابقات. واندية في مصر توغلت في التزوير والتسنين ومتسابة لأقصى درجة. فيه اندية. عادي كارسل. على مستوى مصر كلهم معروفين. اه. تزوير وتسنين ويقول لك يثبت. ويقول لك يعمل. طب بعدين. لصالح مين? اه. لصالح مين? عشان يكسب بطولة في النشقين. اه. يا سلام. اي اه. اه ما هو. احنا احنا ما تضغط المدرب بقى. اه. انت لو ما تخدتش البطولة هتمشي. اه. فالمدرب بيعمل اي حاج. وللأسف النادي بيبقى عارف. اه. ان فيه عمار سنية غير مزبوطة. بيسكت. انا بس في واحد كنت شاكك فيه. اه. واحد شاكك فيه. اه. فبابين او لأ. يا خبراب يد. النادي عندي عارف. ككبت لأ. اه ده مده. لأ. خلاص. مش نقعد بقى ندافع. عشان نشاكك بس. عشان نقعد ندافع. اه. وراحوا عملوا اساور في في معامل كتير جدا. وللأسف. للأسف. دي قضية راي عام. اه. للأسف ان النتائج غير مزبوطة بالمرة. ونتائج بتطلع اي كلام. يا راجل. ده انا فيه. وديت اتنين لعيبة. يتعامل لهم اسورة. كنا شكين فيهم. اه. وعملناهم على حساب. الراجل الفني اللي دخل عامل اسورة خرج للإدارة قال له. دول مضروبين رسمي. بس هلسان الراجل الاستشار يجي يكتب التقرير. كتب التقرير كوسين واصلحه وهو فيش حاجة خاصة. اه. طب تعمل ايه بقى. الوقت الحاجة بتقولي لدلوقتي فيه تزوير فيه ما يخص الأعمار. تقولي فيه مجملات. اه. تقولي فيه عندية بتاكد فلوس في قطاعات النشئين. طب احنا لما بنسمع الكلام ده كله تتشاقم. عاربها تطلع انت بقى انت بقى التشاقم وبتعمل بش عارف ايه. انا بقول يا جماعة انا والله يا العظيم يا كريم. اه. ما حد بيحب بلدي قد. لأ كلنا. ونفسي ونفسي اللي احنا نوصل لحاجة كبير. ان انت عندك انت فوق الميت مليون. صح. معقولة. ده انت النهاردة تضرب افريقيا دي وانت حتى ترجع الرجل. صح. صح. يبقى انت احسن. وطبيعي ان مصر كمنتخم مصر. وانا كل اهتمامي بالدورة الممتاز وكل اهتمامي بالمتخم الاول. مم. طب والناس اللي عملت الغزة. انت وحاصلك بقى واحد تطلع بقى واحد تطلع بقى واحد تطلع. ما هي الصدفة. ايه حتقول الوقت مؤتمادي وعش. يا عملت صدفة. جيلي استثنائك. ايوة. اه. زي جيل تمانية وتسعين. زي جيل تمانية وتسعين. مصنوع. اه. مصنوع. اه. لان اشتغلنا معا كتير. اه. ستة وتمانية وعشرة. اه. مواهب. بالضبط. بعد كده. بعد كده فيش. نتكلم في تاريخ طويل للقرة المصرية نتتحدث على تمانية وتسعين وتتكلم على اه من عفين وستة الفين وعشة اربع سنين. من اربع سنين وتتكلم برضو في اربع سنين. ما ليقول لك. همانية وتسعين بعد كده حصل دروب بعدين ستة وتمانية وعشرة. مم. في ناس من تمانية وتسعين كملت مع ستة وتمانية وعشرة. مم. احمد حسن وحسام. طبعا. وعبزار الساقة. وعبزار الساقة. تمام. صح. صح. ففي ناس كملت. فاحنا النهاردة جماعة ضرنا. لان احنا دايما النتائج بتحكمنا. مم. الفرقة كذبت. المدرب هايل والقدارة هايلة. صح. واللعيبة هايلة. صح. ثلاثة ايام الفرقة خسرت. المدرب معدوش فكرة. لأ والمنظومة والنشئين. مش مع اولى. انا انا فاكر من سنة التسعين يعني من اول ما بدنا نقرب نتكلم في الكورة يعني نوع على الكورة لاحترافها جماعة. لازم الاحتراف من تسعين تتكلم في كم سنة بقى عدي يعني تلاتين سنة واكتر. تمام. نفس الكلام. انا بقول لحراك. انا بقرب من نسانة من الناس صغير. في الجرائد نفس الكلام. في المواقع نفس الكلام. في القناة نفس الكلام. هو هو نفس الكلام. لاحتراف وقطاع النشئين. لاحتراف وقطاع النشئين. لاحتراف وقطاع النشئين. مسابقاتك. المنتخباتك. الاشراف على المنتخبات انت خدت ده ليه ومخدتش فلان ليه وملفتش هنا ايه وروحت هنا فين ليه ليه كده بسيب الامور وخلاص نصلا عملت منتخب فين المتابعة فين المتابعة احنا النهاردة عندنا مصر كبيرة طب فين النهاردة ما اقدرش اعمل انا منتخبات على مستوى عالي واديهم الامكانيات واحتكاكات وخلي الولاد دول هما دول للمستقبل وانا النهاردة لسه هتفرج على الجيل اللي مش عايز اقول اسمها عشان ناس بتزعل لسه بتفرج اماطش بالجيكا بتاع المنتخب ببص الاقي فلان وفلان وفلان ولسه هتفرج على دول كمان لسه ولا تطلعونا بقى ناس انا كنت شايفك في المقدمة بتتكلم عن امام عشور انا حضرت ايدي على قلبي كلنا انا حضرت ايدي على قلبي هي البداية موفقة جدا يا كريم بس الاستمرارية طبعا لانك انت لما تفكر في حاجة زي كده ليه لان في مواقف حصلت تحط يدك على قلبك في مواقف ممكن توقعك من فوق بس بتدعي بقى بالهداية يا رب يعني بتدعي بان ربنا يكريمه يكمل عشان يمكناته الفنية عظيمة هو ربنا وقف معك في البداية البداية حلوة عايزة بقى ايه وقفة مع النفس عما الصلاح وصل ما هو ليه دلوقتي لانه هو اشتغل على نفسه هو حد اضحك وعليك يقولك اللي احنا عملنا وسوينا وبتاع صلاح وصل مطار القاهرة ما حدش عارف عنه حاجة مم هو اللي طور نفسه وهو اللي حرم نفسه من حاجات كتير جدا حرمان حال الاحترافية دي حرمان من متعة الحياة طبعا طبعا اه اشتغل على نفسه اشتغل على جسمه اشتغل على حاجات كتير جدا اي بلد بيروح بيعرف اللغة بتاعتها بسرعة تمام انا شفت في بواقف وكان معاه ايه ومعاه مدرب ايه وبيروح مخش معاه في اين في مصر واحد اشتغل على نفسه كان واحد في مصر بعمل كده حلال جدا فانا اتمنى ان امام عشور ربنا اداك البداية اللي هي تساعدك اشتغل على نفسك لان انا الان ان المواقف اللي 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 فاتت لقتي خلينا حط ايدي على القلبي يا رب الهداية ان شاء الله من كم يوم كان معانا رئيس نادية اسلون فيلا وقال ان فيه اربع لعبين من مصر جم فترة معايشة في فريق تحت سبعتاشر سنة في اسلون فيلا بصراحة مكنش عارف مين وقتها بس عرفت بعد نهاية الحلقة ان الاربعة من نادي اه زد زد التفاصيل عبد المنعم حارس المرمى وعمر خضر اه ومروان وعكاشا دول الاربعة دول اللي راحوا اسلون فيلا عملوا معايشة لمدة اه 8 يام اه وكنت انا ساعة اه كنت في الفترة دي انا مع فريق 2010 في دبي اه النهاردة جم قاعدوا معايا اللي هم كانوا مجونين معاهم في السفر ومصير منهم جدا 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 فوق ما تتخيل الله اداء عالي جدا سعداء بالاضافة كمان الى محمد هيسم محترف قريدي في فيتوريا الالمان البرتغالي البرتغالي اه ده موديد 2007 اه يعني اللي راحوا دول 2006 محمد هيسم 2007 اه وراح طرف اه اجراءاته خلصت كلها راح احترف قريدي اه في فيتوريا البرتغالي راح من شهر اه عشرة او عداشرة طب ده حلو جدا وانا ده اللي احنا ده ايبا نتكلم عليه ما هو ده انا عايز واحد من بدر كده جوح طالعا وياخد الطريق من اوله اه وهو ده اللي شغالينا عاليبسا دي سياسة النادي هايل الاربع اللي راحوا قصة موبيلة معايشة دول بقى انتم بتختاروهم على اساس ايه هم الافضل هم الاحسن مراكز معينة لا لا يعني هم الشمع المضيئة دلوقت في هزا المرحلة السنية اه وانا عندي تاني في 2006 عندي حوالي برضو ست لعيبة بس هي المرحلة دي اربعة اربعة مرحلة الجاية يطلع ومرحلة الجاية عمار سنية مختلفة انا عندي 2008 عندي 2007 2006 مميزين جدا طيب لما بيجيلكوا بقى زي عرض محمد هيسم ده بتوقفوا بقى على الامور المالية والفلوس وهتدفعوا كام وده ده الكنزة اه ايو 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 روح ضرب مبلغ وانا عايز خمسة مليون دولار وانا عايز خمسة مليون دولار في اللاعب دوت ده اللاعب دوت هيجيبلي عشر مليون دولار بعد اربع سنين فانا عايز خمسة دلوقتي زد اي واحد هيجيله فرصة احتراف خارجي عمري من النادي هيوقف فيه طريقه بالمرة بالعكس نعمل كل المشروع ده كله عشان خاطر الولاد احتراف خارجي منتخبات فريق اولا اي حد هيجيله فرصة احتراف خارجي معا قلبا نخالبا فيه جملة فيه جملة بتتقال بعدها عارفها اللي هو بشرط ان يكون عرض يليك باللاعب وبالنادي يعني في انت الجملة دي مشهورة بص انت اصلا العيبة هيطلع ده السفادة من مين؟ لمصر طبعا هو خبالك هو ده هو عالفكرة المشروع اتعمل كده تعارف فكرة المشروع مختصرة كده لما انا جيت من سيك تزد فانا اتعرض علي وبتاعه وقعده معايا و لما قعدت بعدها دخلت في الموضوع الفكرة جات من ببطولة ام افريقيا اللي فاتت جات في مصر لما خرجنا منها فمصر نجيب سويه رس زعل جدا قالك ازاي وانا مش عارف قالك انا هعمل بقى مشروع عشان خاطر افرغ لعيبة كويسة لمصر دي فترة المشروع باختصار عشان كده احنا شغالين في هزا احنا بسم الله ما شاء الله اللعيب تعزد النهاردة لو قلت له بس متشكرين ممكن يقوم عليها اه لان احنا كل حاجة متوفرة كل حاجة طيب من البيل بس كواس قوي اه. اه. اه 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 تنامت NV التدريب كواس قوي. اه الناس لو ما عندهاش خضرة علي السكن او فالقاليم بيظكونوا في احسن اماكن اه اه من العيب بيروح الي نادي يركب بص عليه شعار زد حاجة مفخرة يعني. الله. فلازم. متدلع يعني. متدلع فدلع. اصلا بد. لا متدلع كورة يعني. عايز اقولك حاجة او انا بدلعه ليه? اه. عشان ديني احسن ما عنده. بس كده. بالزبط. انا بقولك ادلعك ودلعك. بلاتة لابدوس حاجة من ابنك. طبعا. 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 بادلعه. حقه. وبالمناسبة بقى كابتن علاء. ان انتو بتعملوه دوت. هو المفروض يبقى العادي. احنا ده المسلم التالت. النهاردة في طوات الجمهورية كلها في التلاتة الاوائل. هاي. ولسه يا دوبك نادي مؤسس. الستة المركز اول. اه. مؤمنية الفين وستة اول. اه. الفين وسبعة تالت. الفين وتمانية تالت. ام. الفين وتلاتة تالت. ام. الفين وخمسة بس هي الظروف مع اصلا جامعان شوها. ام. لكن. طبعا ده اه. ده مش 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 من فراغ. ام. لا ده في حاجات علمية بتتعمل. اختيار اجهزة. متابعة. اه تطوير. حاجات ده كلها بتوسلك اللي انت عايصني. في مهاجمين حلوين في نادي زيت في الناشين. اه في. في مهاجمين حلوين. اه طبعا ده. اه. تعالفنا سألتك لها المهاجمين. مش مش لقين مهاجمين احنا. طب قول اه 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 مهاجمين بس. اه. اه. اه اه. اه. اه بكلمك عال مركز ده اللي كل الاندية بتعاني منه في مصر. مركز المهاجب. اه. مع عشان مشكلة اللي احنا قعدنا فترة كلها. اه. كل اندية مصر بتدور على مهاجب محترب من برة. اه. محدش خلي بالك برضو فيه ممكن الناس تزعل مني. اه. من عوامل اللي احنا فيها دلوقتي كوالة المدربين نفسيهم برضو. انا عن نفسي مش مختلف. اهو المدرب عبارة عن ايه يا كريم? اللي انا قعد احط رجلة على رجلة هتولي لعيب الفلاني هتولي لعيب الفلاني هتولي لعيب الفلاني. خطة لعبة اي حد ممكن يحطها. اه. المدرب المدرب هو اللزي يصنع ويطور من لعبة. اه. بش اه بش اه بش اه حط رجلة على رجلة اقوله هتولي لعيب فلاني اه. طب انت وظفتك ايه? اه. والنهاردة لعب ضيع جوني ولا دخل فيه جوني وقولك وقعد لعب واحد تاني. انت وظفتك ايه? طورت واشتغلت عليه. انت 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 بعد ما هو ضيع اللجوان او وهو مساء اه في حتة الدفاعية بتاعته. تسبب في مسلا مشاكل الفرقة بتاعته. اه. ايه شغلك الفني اللي بتعمله بحيس انت تقول اللعيب ده بقى في حتة تانية بنعملت الشغل معاها. اه. مفيش. هي دلوقتي بقت عاملية تغيير لعيبة. بالزبط. ومدربين. شيلو حط. وشيلو حط ده ومدربين. ومدربين شيلو حط. اه. يقدم سألته النهاردة والنادي مشيار النهاردة بكرة في نادي تاني. عادي جدا. حتى لو ماشي ماشي كويس. فتجاوب. متجاوبش هلو. منافض. لسا بكملين هذا الحوار الممتع دائما مع الكابتن الكبير كابتن علاء نبيل بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله خليه. دي اعلم بحضراتكم مرة اوخ لسا بشرفني ومنورني حواره ممتع دائما بصراحة الكابتن الكبير كابتن علاء نبيل. كابتن علاء المشاركة الاندية المصرية في البطولات الافريقية بدايتها مش حلوة. اه. سواء الاهلي او الزمالك او حتى بيرامد زوفيوتشار في الكون فيدرالية. شايف ان الامور هتتحسن المباريات اللي جاية ولا شايف ان الامور شكلها مش رايحة لسيك كويس. لو جينا اتكلمنا عن الزمالك. اه. شريت كده برجع لي السنة اللي فاتت. اه. السنة اللي فاتت نادي الزمالك او المباراتين تعادل في ملعابه برا ملعابه. اه. وجات الضربة كبيرة مطش الوداد المغربي. اه. في المغرب. وهنا ده مالك خسر. اه. فخلص الدور الاولاني ومطش من دوره التاني باتنين بونط. اه. دي فرقة معه جدا. صح. جدا. النادي الاهلي بدايته في الهلال. اه كانت النتيجة سلبية. تعادل صحيح. عنده مبارايتين. اه. اللي هما هنا وهناك. اه. مهمين جدا 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 للنادي الاهلي. لان اه. لو لقدر الله حصل حاجة هيبقى موقف صعب. يعني عيد موقف الزمالك. اه. تمام? فاعتقد ان اللي عايز يوصل يكسب جميع المباريات اللي على ملعابه. اه. ملهاش مفر. ويلطش له مطش او تعادل مطش برا. الزمالك محتاج يكسب مطش التراجي اللي جاي في تونس. ده لازم. ام. ده لازم. ام. زي مالك لعب مطشين تغلب مطش. طيب. وتعادل مطش. طيب احنا بنتكلم التراجي هو اقوى فريق في المجموعة. حتى على مستوى النتائج دلاتي هو كسبان مطشين ست نقط. وبتلعبه في تونس. في رادس. لو انت بقى مدرب الزمالك وانت بشافة احسن احوالك. وقفة احسن احواله. تتعامل مع المباراة دي ازاي. يعني هورا بقى ايه دي مباراة. تدافع تهاجم. مباراة تكتيكية. لا طبعا. ما يعني بص اصل حتى تتدافع دلوقتي وتهاجم. دي كانت بقت بقت حاجة اديما. لكن انا النهاردة يبقى الهدف الرئيس الاول انا ما هجيش فيها جون. ام. وعندي امكانيات وعندي الخدرة انا اقدر العب على مرتدة او على ان انا ازاي تحاول من ناحية الدفاعية الناحية الهجومية في اسرع وقت. ام. واروح ايجيب جون او اعمل هجمة خطرة وارتد سريع. هي محتاجة مجهود عالي. ازاي لنا افقد الكرة وارتد سريع. واننا نتحاول من ناحية الدفاعية الهجومية في اسرع وقت. ام. سرعة تمرير سرعة الانطلاقات. اولات. دقة. وازمك عم بيعملها السلفات حلوة اوش. دقة التمرير لما كانوا فائقين. صح. واخبالك. ام. فهو ده يعني ما ده مقدرش تقول ما هقدر ان هنزل ادافع. مش هزا مالك الانزل يدافع عشان ام. لأ لازم بقى فيه بس. اه التاكتك. واللعيبة لازم بتحفظ قوي قوي قوي. ام. هي هتعمل ايه? وتنفز. لانك انت ممكن كمدير فني. على الصدورة. يحفظ جدا. يحفظ وهنعمل ونسوي وكسبك اربعة صفر وانت قاعد. ام. وتنزل تلاقي ولا لعيب عمل اللي انت بتقول عليه. لعيب واحد بس اثر ممكن يفريد معاك. ام. فهو طبعا المطش صعب جدا. ام. وممكن نسهله على نفسينا اللي احنا ننفز ما يقال في ان تشكيلك مهم جدا. اه اداء لعابتك مهم جدا. قرية الخصم. اصلا ما فيش خصم عندك الحداشر لعيب. اكيد في في مفاتيح فوز ليهم وخطر ليهم. صح. تقفلها. وفي اكيد صغرات لازم بتستغلها. صح. ايا دي بقى عايزة واحد قاعد اربعة عشرين ساعة بالفرق. هما بيكسبوا ليه. صح. بيكسبوا ازاي. اه. طب اه طب الحتة دي الفرق التانية وصلت منها. طب ما 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 عملش انا كده ليه. ام. ما من خلال بقى خبرتك تشوف ايه الصغرات تشتغل عليها. كابتن عداء من الحاجات اللي ملحوظة في الكرة المصرية بشكل عامل على على مستوى الفرق حتى الفرق الكبيرة اهل وزمائية وحتى على مستوى المنتخبات بمختلف الاعمار. نهما عندنا مشاكل مكررة دفاعية. يعني تلاقي المنتخب بيشتغل كويس قوي بس فيه صغرات. تلاقي الاهل بيشتغل كويس قوي بس فيه صغرات. زمائيك بيشتغل كويس قوي صغرات وتلاقي ايه. وتتصدم كده وانت بتتفرج يا عاما انت كنت ماشيين حلو. تصدر اقولت الجملة دي بقى لي قد ايه. اه. هل بقى لي سنتين. بتكلم على المشاكل الدفاعية الموجودة في فرق مصر كلها وبالتالي بتصب في المنتخب. عندنا مشاكل دفاعية. خطيرة. يعني زي ما حضاك بتفضلت قلت انت ممكن تبقى ماسك الجيم وواحدة كده تلاقي غريبة الشاكل تخش في الجون. صح. في ودي واضحة في الاندية. كان النادي الاهلي كان ممكن يلعب السيزون بيخشش فيه جونين ثلاثة. مم. سيزون كامل. صح. هو دفاعية كان واقل جوم مع محمد يوسف. رمزي وبريم سعيد. والجمع. والجمع اللي بقولك. مم. بتحس اللي فيه قوة دفاعية عشان كده كانت اللي جونين بتيجي بصعوبة جدا. يعني مشكلة فردية ولا تكتيك هي. اللي اتنين مع بعض يا سيدي. اه. اتنين. كوالة لعيبة. اه. وتدريبات عشان كده وقلت لك ايه المدرب اللي هو بيصلح. محمود الجوهري الله يرحمه خلى شام يا كان من احسن سرزباجات مصر. مم. هو ده المدرب وكان عنده اخطائك كابتن هشام وقتها واتصلحت مع كابتن محمود الجوهري. اه. محمود الجوهري صنع هشام يكن. هو هشام يكن يقولك. اه. بنفسه. هو ده المدرب. مم. مع ان محمود الجوهري مش مستديم مع النادي اه. كل يوم. اه ده مدرب منتخب. اه ده مدرب منتخب باخدك كل فترة. بس كان بقى ايه متابعة. اه. ويتكلم المدرب بتاعه اقوله شغل عليك حتة فنية. ولما ياخده بعال المنتخب ياخده حتة فنية. هي دي هو ده الاخلاص في العمل. هو ده. اللي انا بتكلم عليه. انا فاكر كابتن عبزار قال لي انه كابتن محمود الجوهري وانت طيبا كنت ما روح طوله المنصورة مخصوص تفرج عليه. طبعا. عرف قصة عبزار الثاقة دي. معرفش التفاصيل. كلمني. كلمني قال له يا عالو عايزين نروح المنصورة فيه ولد عبزار الثاني طول ما انا كنت لما بلوام سايالتقول له ما لطولك عاليا كابتن قال لي تعالي روح نشوف. فاللك بجنبي عملت غرزتين كده وام ايه. راح قال لي ايه عشان ما بتخلقش باك راح نايب. اه. وصلنا. مايش بقى. وبهم ايه اه بعد شدت الاولاني. طبعا دخلنا الاستادة المنصور المنصورة كلها تحيير للجواء. بالمجواء اقول الله رحمه. بعد شدت والاني يلا. قلت بس المشور ايه. انا. الدرب. ام. ركبنا العروية رحمه وله السيغان عارف وكان بيدخن جاه. قال لي هو ده. من قاود شوت. قال لي هو ده. ده علوة اللي هلتشغل معه. وكلم كان ساعاتها كان برايم جاهد. طبعا رئيس النادي الرحمة. اه. وقال له هلاخد عبد الظاهر. ده المطش بتاعك بتاع بيوم الجمعة. يوم الاربع بالليل هجيبه لك. خميس يريح والجمعة لعباك المطش. قد باخده قاله وكابتن جهري تركت الخيل في نادي الشمس. كان العلو للرملة الترابة دي كده. غرزة بتاعات الحصانة. وكابتن جهري كان يعد. وانا اشتغل معاه. اللي جات لم عبد الظاهر كان بيرجع الصبحية. كانت الحصانة كان بتتمرن الصبحية الساعة سبعة في الاتراك. في حصان كنا مرة جير وراء عبد الظاهر اسأله كده. اه والله. جير وراء عبد الظاهر. كان بقول لي ما فيش حصانة بتسأل عليها كابتن. كنت بعملهم ده الرشاقة جوه للرملة دي. وطلعوا من على الارض فوق بالكرة. كان بيروح بشايف. ووصلوا المكان الاقامة. وكنا نعد عليه بعد الظاهر. اخدوا ملعب المولين. ونشتغل معاه بقى. مرة روح المولين. مرة روح نادي اليبلس. مرة روح فوند الموغنبيك. واشتغل مع بقى عبارات من هنا وطلع. واشتغل عبارات من هنا وطلع. نفس الكلام واق الجمعة. اه. تعمل مع كده? نفس اللي حصل مع عبد الظاهر الساقة. اه. هو اللي حصل مع واق الجمعة. اه. واللي اتنين ربنا بارك لهم. لان هما الاتنين لغاية النهار ده يقول لك فلان وفلان هما اللي عملوا معنا كذا 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 كذا. فيش بقى مدرد بيعمل كده مع العب دلوقتي. انت انا عايزك تبقى جاهز. وانت سليم وزي الفل وحلو وبتلاب كويس. فيش حاجة خالص. فيش بقى مش عمل مجهود انا. المقصورة الحلوة والشاي والقهوة بفرج على المطش وخلصة هو دل هو دل. بقى هتولي دا وهتولي دا وهتولي دا وهتولي دا وهتولي دا وهتولي دا وهتولي دا وخش العبار. بس كده. سهلة. اه. يعني معلش يعني ما اه. ما اه. ما اه. ما اه. ضيافة وقهوة وشاي وحضرتك وش عارف ايه وبتاع. اه. ما فيش نادي ما راح نهوش. اه. نقعد مع المدربين ويتكلم اللعيب انا رضا شبتك في المطش. انت نقصك حتة فلانية ويكلم مدرب بتاعه اشتغلي على حتة الفلانية. ويتكلم مدرب الاحمال يقول له اشتغلي على حتة فلان مع فلان وفلان وفلان وفلان. محاوط على فرقته. اه. رحمة الله عليه. حلو. الكلام بدأ بين كابتن محمود الجاري وانتهى بين كابتن محمود الجاري. كابتن علاق مشرف ومننور كالعادي. انا مشكورك شكرا جزيلا. الله يخليك انا سعيد معاكم الله. كل خير عنك. الله يخليك ده منزوعك. شكرا. شكرا. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل هيكون مع نا دكتور علاق الدين عبدالرازي استشاري العلاج الطبيعي والتغزية العلاجية وتغزية الرياضيين عشان دي نقطة مهمة جدا 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 في وسط الزحمة والحاجات اللي بنقل نتكلم عنها بناجها لها رغم ان اي حاجة رئيسية في اي فريق او اي منتخب او اي لاعب في العالم بعد الفاصل خليكم معنا. في حاجات في الكورة الرياضة بشكل عام مهمة جدا مهمة جدا وان بقتش فرعية بقت حاجة اساسية يعني ما ينفعش نقول ايه ينفع تبقى موجودة ولا ما ينفعش تبقى موجودة من الرفاهيات ولا مش من الرفاهيات لا هي بقت حاجة اساسية في العالم كله. اتلوقع جهازة فنية لفرق كرة قدم في العالم عنده اخصائي تغذية عنده اخصائي نفسي عنده حاجات تانية كمان لسه ما فهمناهاش او معرفناهاش يهدوبك دول اللي شوفناهم وفهمناهم وعرفناهم. فبقى الموضوع ده في الرياضة وفي كرة القدم تحديدا حاجة مش فرعية موضوع التغذية وزي اللاعب بيشتغل على موضوع التغذية ده بشكل كويس عشان يحافظ على صحيته عشان يحافظ على اليوكتو البدنية عشان يحافظ على الفتنس بتاعه بشكل عام. الحاجات اللي احنا فهمينها بشكل طبيعي كناس عادية ما بالك انت الرياضيين واللعبين عشان كده يشرفني وينورني في هزا الفقرة يكون معايا الدكتور علاء الدين عبد الرازق استشاري العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية وتغذية الرياضيين فهمنا اكتر يعني ايه تغذية الرياضيين. يا فنم مشرف وننور حقيقي سعيد جدا بتغذية. اهلا وسهلا بحضرتك انا اللي سعيد مع حضرتك ويا رب تكون كده جزء خفيف للسادة المشاهدين يستمتعوا بي ان شاء الله. ونتعلم منه. ان شاء الله. نفهم كمان. ان شاء الله. طيب. دكتور علاء احنا السؤال الاول هو سؤال نجد شوية. هل احنا متأخرين في هذا الامر فكرة الاهتمام بالتغذية الاهتمام بفكرة استشاري التغذية بالنسبة للرياضيين او لعب كرة القدم في مصر ولا احنا خلنا خطوات ايجابية. بص حضرتك احنا كنا متأخرين. لكن احنا في السنين الاخيرة او في اخر سنتين تلاتة لا الموضوع بدأ يتطور بشكل ايجابي جدا. بدليل ان كل الاندية الكبرى بدأ يبقى عندها اقصائي او استشاري تغذية. هاي. حتى الاندية او حتى اللعيبة اللي عايزة تزود مستوى المهاري بتاعها بدأت حتى لو النادي او حتى لو الاندية اللي ما عندهاش امكانيات لكده بدأت تبدأ تتابع مع اخصائيين تغذية وخصوصا في المجال الرياضي. بشكل فردي. بشكل فردي. لان هو اللعيب اللي عايز يبقى فت هو مش لازم يبقى فت بس في فكرة ان هو يبقى بيلعب رياضة او مهاري جدا. مهاري جدا. لكن عنده شورتج او عنده نقص كبير في عناصر التغذية بتاعتهم ما بيكلش كويس ما بيكلش في موعيد كويسة. ملاخبط في الاكل بتاعه هو تمرينه الصبح ولا بالليل. فهو لازم يتقيم كويس. وبعد ما يتقيم كويس يحدد له البرنامج. وده بيفرق في مستوى اداءه. فاحنا كنا متأخرين لكن احنا لا في الفترة الاخيرة احنا تطورنا وبنتطور بشكل كبير جدا 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 على كل القطاعات الحقيقة. انا هتكلم بسوت المواطن العادي اللي مش فاهم برضو حراك تفاصيل التخصص ده ايه. انا اللي فهمه انه اللي بيلعب كورة. اللي بيلعب رياضة. اللي بيلعب بسكت اللي بيلعب ملاكمة. ده قريدي هو رياضي. فهو مش محتاج اصلا كدني في اكل ليه وتغذية ليه ما انا كده كده بجري وبخش الجيم وبعمل كل حاجة. صح. فانا ما عنديش مشكلة في موضوع التغذية. التغذية ممكن واحد زي حالتي يزيد حتة في مكان معين يدخن شوية محتاج يخص شوية. فكرة التخسيس والزيادة الوزن. دايما التغذية مرتبطة بالتخسيس. يا حقيقي. لكن التغذية اعتقد ما لهاش علاقة بالتخسيس بس. لا. احنا نتكلم على الجزء الرياضي. ياري. احنا الجزء الشخص الرياضي اي شخص رياضي بنقيمه من ثلاثة عوامل. انا هختصرهم سريعا لان هما مجالهم واسع جدا. الجزء الخاصي اللي هو الجزء الجيني. هل اللعيب دوته طبعا كان زمان الحاجات دي الجزء الخاص بالجينات دي كانت بتتعمل في لاب او معامل برة. الحقيقة الحمد لله في الاخر سنتين بدأت تبع فيه معامل بتعملها في مصر. هي بتتعمل مرة واحدة في عمر اللاعب. بتبين له ايه الوجبات اللي انت مش مفضل. هي ممكن تبقى مفيدة. بس لا انت عندك حساسية معينة منها فانت لازم تبعد عنها. وايه الاكلات اللي هتبقى مفيدة جدا وهتحسن لك مستوى ادائك. ده كمان اللاب او التحاليل دي بتبين كمان مستوى اداء اللاعب. انت هتلعب كورة لا 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 انت المفضل ليك لعبة تانية غير الكورة. ده الجزء الجيني. طيب الجزء اللي خاص بالتمرين يعني ايه. اربع عوامل. اللاعب دوت بيلعب ايه. هل اللي بيلعب باسكت. زي اللي بيلعب كرة قدم. زي اللي بيلعب كراتي. زي اللي بيلعب ويت ليفتنج. ده جزء. طيب اللاعب ده بيلعب كم مرة. هو بيتمرن مرة في اليوم. ولا بيتمرن كل يومين. ولا هو بيتمرن مرة في اليوم وبيروح جيم. هل اللاعب دوت بيتمرن في الصيف ولا في الشتاء. وهل اللعيب دوت في فترة إيه يعني بنيجي نقول مثلا في الفيرس تيم لأي نادي من الأندية أجي أقول لهم أنت في فترة إيه أنت في فترة إعداد ولا أنت في فترة منافسات ولا أنت في فترة بطولة زي اللي كان فيها الأهلي الفترة الأخيرة ولا هل أنت في فترة اللي هي الريكوفري اللي أنت خلصت البطولة وعايز تعمل مرحلة اللي استشفى كل دي فاكتورز نقدر نقيم بيها اللعيب الرياضي كل دي تحتها طالس وتحتها بيانات كتيرة جدا طيب برضو تفصيلة واستحملني شوية ممكن الأسئلة تكون يعني بحكم تخصص حضرتك تقول الأسئلة تفعل سطحية دي بس هحاول أوصل بيها يعني أحيانا بنخش كده على انستجرام أو فيسبوك أو تويتر ونشوف لعيبة كورة أو رياضيين كبار يعني وعنده مطش مهم تلاقيه ما شاء الله قدامه وليمة فيها حمام وفيها محاشي وفيها فراخ وفيها لحمة وبعد أسأل نفسي سؤال هو اللاعب ينفع يأكل عادي كده الحاجات دي كلها ولا ليه أكل معين ولا ليه فترات ممكن يأكل فيها الأكل اللي زي بيقول كده احنا بنقولها بالبلد بعك عادي براحتي ينفع ولا ما ينفعش دي بتضر عليه لو هو مثلا كان أكلة فيها زيادة شوية ممكن تضره وبيلعب ممكن لقدة لا تأثر على صحيته التفاصيل دي حالاك بتشوفها طيب نتكلم في الموضوع في كذا شكل طبعا الموضوع اللي حضرتك بتقول عليه إن هو لعيب عنده ماتش بكرة إنه يبقى عنده وليمة دي ما بتحصلش حصلت مع اللعيب الكبار خالص اللي كان المدرمين ما بيدرش يسيطروا عليهم زي مرادون أنا سمعت كده قصص إن المدرم بتاعه كان بيقول أنا ما قدرش هتحكم فيه يأكل زي ما هو عايز ده لعيب مهاري لكن لو حضرتك تفتكر كويس قوي إنه ما كانش فيه اعتماد على مستوى الفيتنس بتاعه يعني كانوا بيشتغلوا على المهارة بتاعت اللعيب لكن تغذية الرياضي دي حاجة مختلفة تماما هدي حضرتك مثال صغير أنا عندي اتنين رياضيين بيلعبوا نفس اللعبة ده وزنه 80 كيلو ده وزنه 80 كيلو بس لعيب الكورة اللي مثلا نسبة الدهون اللي عنده من 6 إلى 13% ده لعيب أكسبتد أو نسبة الدهون اللي عنده مقبولة جدا لكن أنا عندي نفس اللعيب سوري لعيب تاني ونفس الوزن بس أنا فجئت إن نسبة الدهون عنده توصل ل 17 و 18 و 20% اللعيب اللي مستوى الدهون اللي عنده من 6 إلى 13% لو هما اللي اتنين بنفس المهارة مستوى البرفورمانس والأداء بتاعه يبقى أعلى لأن نسبة الدهون لما بتقل مستوى البرفورمانس يبقى لي مش تقل عن الطبيعي لأن برضو فيه ناس بتفهم الموضوع بشكل خاطئ أنا أحاول أقلل الدهون على قد ما أقدر يعني بالشيء بالشيء يذكر رونالدو هو أعلى كريستاني رونالدو أعلى لعيب روصل اللي أقلل نسبة الدهون مقبولة يعني أحنا الرياضي مفروض يبقى من 2 إلى 4% ده لحد الأدنى الدهون الأساسية فاش ينزل عنها وبالتالي لو نزل عنها يتضر أه طبعا لو نزل عنها أكتر لأن احنا فيه عندنا نوعين فيه عندنا حاجة اسمها أحماض دهنية أساسية للرياضي وفيه عندنا نوع من أنواع الفيتامينز اللي هي بتدوف في الدهون فإذا ما كانتش موجودة خلاص اللعيب دوت هيفقد كل أنواع الفيتامينز ومنها أقولهم فيتامين دي عندي نسبة الدهون عند اللعيب زيادة مستوى أداءه في الملعب هيبقى ضعيف جدا دي نمرة واحد طيب اللعيب دوت كان عندنا زمان اللعيب رايح يلعب ماتش تاني يوم نص فرخة وفرخة وياكل بكميات كبيرة لا هو أنت بتاكل بروتين بس أنت بتاكله بكميات معينة وعلى حسب سنك هل أنت ناشئ ولا هل أنت عديد 18 سنة لأن عدد الجرامات بتفرق نمرة 2 نمرة 3 انت هتلعب بكرة ولا مش هتلعب بكرة انت هتلعب الساعة كام يعني لو اللعيب دوت عنده ماتش مثلا فور ايزامبل زي الأهلي بكرة هيلعب الساعة مثلا ثلاثة أو أربعة أيوة تمام الوجبة الرئيسية بتاعته تبقى الساعة 11 قبل الماتش بأربع ساعات الوجبة الرئيسية اللي فيها بروتين وفيها نشويات وفيها نسبة دهون مقبولة بقى قبل المباراة بساعتين بيبقى فيه طبيعة أكل معينة بلا دهون وقبل المباراة وفيه أثناء المباراة وفيه ما بعد المباراة اللي بنسميها الريكوفري سمعنا عن الريكوفري الريكوفري دوت استشفى وكانوا بيعملوا بأجهزة معينة لكن ده فيه ريكوفري في التغذية لو اللعيب في خلال نص ساعة من المباراة عمل جزء الريكوفري اللي خاص بالتغذية هو عوض جسمه عن كل الجليكوجين اللي هو المخزون من النشويات اللي فقده في المباراة هو روح بيتهم وكان البيتزا محترمة هو ما عوضش نسبة الجليكوجين وتاني يوم يقول لك أصله اللعيب تعبان لا 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 هو اللعيب ما عملش فكرة الريكوفري بشكل جيد طيب موضوع التغذية ده أو طريقة الأكل ممكن تعمل إصابات لللاعبين؟ أكيد تعمل إصابات لو أنا عندي لعيب زي ما وصفت لحضرتك نسبة الدهون عنده عالية وبالتالي واللعيب ده دي هيدريت ما عندهش مية ما بيشربش كمية مية كويسة ده عرضة للإصابات عن لعيب نسبة الدهون اللي عنده قليلة وبيشرب مية كويس وبيتغذى كويس بمعنى إيه؟ لو أنا بدي العضلة بتاعتي كم النشويات اللي محتاجها عشان يتخزن جواها جليكوجين معنى كده أن العضلة مستوى أداءها هيبقى كويس طيب العضلة دي ما فيهش جليكوجين كويس إيه اللي هيحصل؟ مزء إصابة بتوصل لبعض اللعيب أن تلاقي اللعيب يدوخ ويقع في الملعب وبنلاحظها وما بنفهمش كلاس كتيرا ما بتعرفش تفسيرها لا ده هو وصل كمية النشويات اللي جوا جسمه لدرجة اللي هي عملت له النوزية والدوخ وده سبب لسوء التغذية طيب لعيب ما خدش كمية البروتين بتاعه طيب فين التغذية بتاعة العضلة اللي هتبقى موجودة؟ طيب فين الباور؟ حضرتك بتقول بيأكل في أي وقت وبيأكل بشكل خاطئ ومن وراء المدرب وللأسف الشديد ما بيخدش بالمدرب لأنه مش حتى تتحدفه وهو نفسه مش فاهم بالزبط يعني هو اللي هيكل غلط كتير وبيأكل كتير ومش عارف هو فلما ييجي تصاب يقولك يا العيب ده حظه وحش قوي قضاء وقدر وإصاباته كتير غزبا عنه ما بيبقاش حظه وحش بيبقى طبعا فيه جزء منها طبعا جزء الياق وكده وقدري بس فيه جزء منها بيبقى كبير خاص حتى عارف حضرتك أن في الإصابات يعني عندنا أكرم توفي نتمنى له الشفاء في فترة العلاج الطبيعي أو التأهيل اللي بيعملها ده لازم يبقى ماشي على برنامج غزائي عشان العضلة تتقبل نسبة التغذية وبالتالي تبدأ العضلة تستجيب بشكل أسرع معنا السؤال اللي جاي وطبعا بدون ذكر أسماء هل بيجي لك لعبين بعد فترة غياب طويل يقولك والله أنا جاي جسمي مليان في بعض المناطق منطاطق البطن والأرضاف والمناطق اللي بتدخن عند كل الناس دي يقولك والله أنا عايز حاجة سريعة أنا مش عارف بقى أخس بسهولة فوالله أنا محتاج الأجهزة الجديدة اللي هي بقى بتاعتشفت أنا مفهمش مسمياتها إيه لو سمحت خليني شكل فتة على طول بتحسن أكيد هل ليه أضرار؟ الأجهزة لأ الأجهزة لأ الأجهزة اللي هي لها علاقة بالري شابينج أو التخسيس الموضعي هي بتقلل كمية الدهون اللي متخزنة أو اللي يتم تخزنها في المناطق دي لكن هرجع بس شوية كده الورق هو اللعيب ده رياضي اللعيب ده لو هو فترة جاي هيبدأ يدخل مرحلة اللي هي الاستعداد لازم تدي له برنامج غذائي بس أحنا عندنا مثلا الرياضي نسبة الدهون اللي بيأكلها لكل كيلو جرام جوا جسمه من نص لواحد ونص لا اللعيب ده أنا همشي على نظام غذائي للرياضيين بس هقلل نسبة الدهون اللي بيأخدها كل يوم لنص اللي هو الحد الأدنى عشان يفقد دهون بس في نفس الوقت ما أثرش على البنيان العضلي بتاعه فيبقى دهون بس ينزل دهون ومع ممارسة الرياضة ويستمتع أنه هو بيكمل المشوار أو بالبرنامج العداد بتاعه زي ما هاي فهنا ليس سألتك السؤال ده أنا في بعض اللاعبين شفتهم في الدورة السنية دي بدأوا الموسم جسمهم واضح أنه مليان فجأة بعد اسبوعين تلاتة فلاقيت جسمهم بقى كويس هل ده بيبقى تدخل بالأجهزة دي ده تدخل بنظام غذائي بس مش نظام غذائي للرياضيين نظام بقى أنه هو يفقد وزنه بشكل سريع وفي نفس الوقت تدخل بالأجهزة اللي هي بتأثر على المناطق اللي بتخلي عنده سمنة موضعية لكن دي حاجة من الحاجات اللي احنا ما بنفضههل في تغذية الرياضيين وليس سألها لحضرتك من شوية أنا عندي اللاعب دوت في فترة إعداد ما فيش حاجة اسمها لعيب في فترة إعداد والدوري واقف أو المنافسات واقفة أكل براحتي وبعد كده لما تيجي بقى المنافسة يبقى يحلها ربنا مخلص فيها جهزة جديدة اللواتي وحديثة وشغل عالي وبتاع رحمة أخير الساعة لا 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 مش ده مش حل لأنه هو حتى مستوى أداءه لما يبتدي عمل أن ما يوصل بقى لمرحلة التدريب ويوصل لمرحلة بقى البطولة بيبقى مستوى أداءه وبيبقى ضعيف طيب في جزئية تانية بقى ودي الجزئية الخطيرة جد نسمع دائما عن المنشطات أفهم المنشطات اللي بقى أدوية وحبوب اللي عيبة خيط حاجات غلط بس اسمعنا لوقتي مؤخرا يعني إنه فيه أكل ممكن يبقى فيه مواد منشطات فيه مش حالف يقولك كي بدت إيه وممكن يأكل يكون كال إيه فيبقى فيها منشطات هل الكلام ده حقيقي وصحيح؟ كل الحاجات اللي لها علاقة بالسابلمنت أو المكملات الغذائية طبعا دي لازم تبقى تحت إشراف طبي أنا كنت يزغي لك بالمكملات الغذائية كمان بمعنى إنه هو طبعا المنشطات فيها أدوية كتير داخلت منشطات مفيش حاجة منشطات في الأكل مفيش ده كلام غلط بص حدرتك يعني لو جينا مثلا عندنا مثلا سيرينا ويليامس دي أحد لعيب التنس السوكر على مستوى العالم طبعا واللي طلبوا إنه هو تدخل في منافسات الرجال دي منزلة على الصفحات بتاعتها لأن الناس دخلت عليها تلاقي إن النظام الغذائي بتاعها يخلو من أي سابلمنت وأي منشطات خدتها في أي فترة من حياتها برنامج غذائي متوازن ليه؟ لأنها بتعرف تنظم الأكل بتاعها وده اللي أنا بفضله لكن نفرض أنا عندي لعيب فيه عنده نوعية أكل ما يحبهاش أنا لازم أدي له نوع من أنواع المكملات عشان تعوضه بس لازم تحت إشراف طبي بمعنى إن فيه مكملات بيبقى فيها نوع من أنواع الهرمونز وبيبقى فيها بعض الحاجات الإضافية اللي بتأذي اللعيب وبتأذي الفتنس بتاعه وفي نفس الوقت تأثر عليه بشكل سلس فدي لازم تبقى تحت إشراف طبي وأنا مش بفضله لسبب لأن أنا بحب كل ما هو طبيعي إذا كان اللعيب بيقدر ياخد كل ما هو طبيعي ويتم تغذيته بشكل صح أعتقد أنه هو مش هيبقى بحاجة بيبقى حابين أنا عارف بعض اللعبين يقول لك لا أنا حاب يبقى شكل فت يبقى رايح الجيم بياخد حاجات يعني فيه بعض اللعبين كمات كان فيه عليهم كلام الفتر اللي فاتت ولما دخلت وسألت طلع أنهم أخذوا بعض المكملات بياخدوها بجرعات معينة ولفترات معينة لأن زي ما قلت الحضرتك فيه نوع من أنواع المكملات بيبقى مضاف عليها ستيرويدز أو نوع من أنواع الهرمونز اللي ممكن لو اتكشف عليه في المنشطات يطلع من المنافسات دي تمام فطبعا هي بتتاخد وزين لمتز في أضيق الحدود انت كدكتور بيكلمك مثلا اتحاد بيكلمك هيئات كبرى أنا لا أتحدث عن أندية أنا بتكلم عن اتحادات وإحنا رايحين نشارك في بطولات كبرى لألعاب فردية حتى مش شارط ألعاب جماعية بيكلم معاك ويقولك إحنا محتاجين تعملين نظام كامل لكل اللعبين عندنا زي ما قلت لحضرتك كنا زمان ما كناش بنشوف الحاجات دي لكن حديثا لا فيه أندية وفيه اتحادات بتطلب مننا اللي هو تقييم الحالة التغذوية لكل اللعيبة اللي عندها وفعلا بيجي لنا أحد الأندية بييجي عندنا وبيطلب مثلا 40-50 لعب بنبعث الكومنتس بتاعتهم اللعيب دوت وزنه كويس بس اللعيب ده للأسف نسبة الدهون اللي عنده عالية جدا فده لازم يفقد جزء كبير وده اللي حضرتك قلته من شوية اللعيب جاي في بداية التدريبات عنده وزن زيادة أكتر من 8-9 كيلو ودي أنا شفتها كتير وفي أندية في الدوري الدرجة الأولى لدعي لذكر أسماء يعني للأسف دي جزء من الثقافة اللي احنا لازم نبتدى نغيرها بما أننا عايزين ندخل في المعتركات الدولية أن احنا لازم نفكر في حتى ثقافة التغذية حتى واحنا مش عندنا منافسات لكن لا دي بيئة موجودة ناس بتطلب تقييم الدهون بدوت هل عنده كمية مية كويسر لا هل اللعيب ده فت ان هو يبدأ ينزل بطولة ولا لا هل اللعيب دوت نسبة الدهون اللي عنده دي هتعرضه لإصابة وفعلا في بعض الأندية بتخلي اللعيبة اللي عندها نسبة الدهون عالية بتتوقف ومش بتاخدها معاها لحد ما ترجع لوضعها الطبيعية في بعض اللعبين الفترة الأخيرة سواء في مصر أو برا مصر يقع في المال لقد الله يفقدوا حياتهم سواء بأزمات قلبية بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية يعني بتفاصيل من هذا السياق ها بيبقى بس بعض المشاكل في عضلة القلب ولا هي ممكن يبقى لها دوت بسبب التغذية بيبقى فيه ليها جزء من التغذية في بعض الحاجات الصغيرة جدا في سوق التغذية وفي بعض الحاجات اللي فيها نسبة المية اللي قليلة جدا فعلا لما نسبة المية عند اللعيب تقل جدا ممكن تأثر ليه بشكل سلبي اللعيبة اللي ساعات بياخدوا مشروبات الطاقة لدى للأسماء اللي فيها نسبة كافيين عالية جدا الكافيين من الحاجات الحلوة جدا جدا لأنه بيغزي عضلة القلب لكن في بعض الأحيان بيبقى فيه درجة ريسك عالية على عضلة القلب عشان كده يمكن زي ما قلت لحضرتك فكرة إن أنا أخد إيه وإمتى وإزاي وليه وكميات عملة إزاي وكميات عملة إزاي لازم يبقى فيه دكتور يعني مثال الكافيين فيه دي بيتس كتيرة فيه اختلافات كتيرة في علم التغذية يقولك ما تاخدش الكافيين قبل التمرين ليه لأنه هو من الحاجات الميديوريتك اللي يخليك تفقد ميا وجات اللي هي الحاجات الأمريكان سوساشين اللي هي الحاجات المنظمة الأمريكية لتغذية الرياضيين والإنترناشونال برضو قالت لك لأ أنت ممكن اللعيب اللي هو أدكت للكافيين بدأ يبقى عنده إدمان مش إدمان بمعنى إدمان إنه هو خلاص لو ما شفش الكافيين هو مستوى أدوة هيقل حتى لو أنت بتعتبر أن ده جزء ممكن يأثر عليه سلبي لا اشتغل على السيكولوجيكا اللي بتاعه أو على الحالة النفسية بتاعته ادهوله بس يزود نسبة الميا يبقى بندخل في كذا فكرة حاجة غلط بس إحنا ممكن نديها للعيبة بس نصحح المفهوم بتاعه وحاجة صح ممكن تقول للعيب خد الأكلة دي قبل التمرين يقول لك أن لو كانت الأكلة دي مفيدة سنة معدتي هتبوز تماما دي حاجة مفيدة لكن هتأزيه في مستوى الأداء ودي اللي بقى دايما التوازن ما بين دكتور التغذية اللي موجود مع الفريق انت بتعمل ايه وازاي دكتور علاء انا حقيقة استمتعت بالحوار ده وارجوك نقرره بشكل اوسع كمان الفترة انا باشكر حراك شكرا جزيلا شرفت ونورت كان لقانة مع الدكتور علاء الدين عبدالرازي استشاري في العلاج اللي ليه علاقة بالتغذية لغذية الرياضيين ودي نقطة مهمة جدا وهنقررها تاني عشان ما ينفعش تبقى فرعية هي لازم تبقى حاجة أسية في كل الرياضيين عندنا ولعيب كرة القدم طبعا الاهتمام الأكبر وده كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم عشرة يارب تكونوا استمتعتوا معنا اشوفكم يا رب على قلب خير